قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إذا أنعم الله عليك بصديق يأخذ بيدك إن تعثرت وينكر عليك إن أخطأت ويقوم سلوكك إن اعوججت ويقول لك هذا حلال وهذا حرام فاشدد بيدك عليه وأحسن الظن فيه فإنه إن لم يأخذك إلى الطاعات والخيرات فلن يوقعك بالمعاصي والانحرافات واعلم أن الصاحب ساحب فإن رافقت الغافلين غفلت وإن جلست مع الذاكرين ذكرت وإن صاحبت أموات الدين ماتت التقوى في قلبك فسارع وتخلص من أصدقاء السوء قبل أن يهلكوك وتمعا في اختيار أصدقائك فاختر صحبة تستحي أن تفعل بينهم ذنبا وابتعد عن صحبة تخجل أن تفعل بينهم طاعة صديق يؤلمك بالنصيحة خير من صديق تهوي معه في النار ورفيق السوء مثل البعوض لا تحس به إلا بعد اللسع فاجتنبه قبل أن يلسعك فاختر معارفك بعناية لا يهم كم شخصاً تعرف المهم كم شخصاً يستحق المعرفة